من صعيد مشعر من أتحدث إليكم مغتبطا بنجاح حملة الحج في هذه السنة المباركة نجاحا باهرا ووزارة الداخلية ومن يساعدها من الأجهزة مشكورة في هذه الخطط التي وضعتها ثم حرصت على تنفيذها وقد سمعنا الدعاء من عامة المسلمين الذين شاهدناهم واغتباطهم بجهود المملكة العربية السعودية ودعاؤهم لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين على هذه النجاحات الباهرة التي قطفوا ثمارها في هذه المشاعر المكتظة بحجاج بيت الله الحرام أحبتي لقد شرف الله تعالى المملكة بقيادة هذه العبادة العظيمة التي يجتمع لها المسلمون من جميع دول العالم ولو نظرت إلى مجموعة الحجاج لوجدت أنهم يمثلون جميع دول العالم وجدت أنهم يؤدون نسكهم كما أمر الله تعالى مستفيدين من الثقافة والتعليم الذي يبذل لهم ويستفيدونهم من القنوات التي تساعدهم على أداة هذه العبادة وجدت أيضا أنهم مغتبطون بما يقدم لهم من خدمات تقلل الحر وتكافح الأمراض وتسهل أساليب التغذية النافعة يحرص على ذلك موظفون محتسبون من جميع الجهات الحكومة تبذل جهلها لخدمة الحجاج وترى أن خدمة الحجاج شرف لا يعدله شرف نعم طيب يا شيخ عبد الله هذه الجهود وهذه الإمكانات والأمن أيضا موجود وكل شيء موجود أنتم على الجانب الديني نبدأ الشعارات الدينية في هذه الأماكن المقدسة من أساسية نجاح هذا الحج بدي أن تشاركنا بكلمة نحو هذا الموضوع رب العالمين أمر المسلمين جميعا أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا وبيّن لهم في القرآن الكريم أن التنازع سياس الفشل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وبيّن لهم أن الأحزاب تتصارع كل حزب بما لديهم فريحون وجعل هذا البلد المبارك مكة المكرمة وحرم المدينة بلادًا يسودها الأمن التام وتقديم الخدمات لمرتديها فهم لا يفرقون بين جنسية ولا جنسية ولا يحاولون أبداً أن يخدشوا يعني أحاسيس الحجاج بأي كلمة نابية هم يرون ضيافة الحجاج وسام شرف أعطاهم الله والله تعالى حث على الضيافة الوفادة والمسلمون منذ أن وجد هذا الدين الحنيف جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتمّمون الأخلاق الفاضلة ويحلصون على أداء هذه الشعيرة وأن لا تكون مثاراً للنزاع والخلاف لكن هناك أناساً من المسلمين يعشقون الضوضاء ويحبون الخلافات ويريدون أن يفرضوا على الناس أفكارهم ولو بالقوة وهؤلاء بإذن الله تعالى لن يكون لهم دور في هذه البلاد ولا مكانة لأن الله تعالى يسر لهذه البلاد العلم والقوة وإرادة العدل وإرادة العدل فالعدل الذي فرضه الله تعالى وجعل على إمام المسلمين أن يعمل به يمنع أن يؤذي بعض الحجاج بعضاً بمثل هذه الشعارات نعم كلمة خيرة شيخ عبد الله الحمد لله على نجاح حملة الحج والحمد لله على ما رأينا من انبساط وفرح إقواننا الذين لا يتيسر لهم أن يزوروا مكة إلا مرة في أعمارهم فوجدنا منهم الغبطة والسرور والفرح والدعاء لولاة هذا الأمر ولأيضا إخواننا الذين يقومون بخدمتهم حفظهم الله وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين وعانى خكومة حادم العالمين الشريفين على مواصلة هذه الجهود المباركة وبارك لنا في ولاتنا ونفع بهم وحفظهم من كل مكره شكرا لك شيخ عبدالله المطلق عضو وهيئة كبار العلماء مستشار الدول الملكي شكرا لك وأنا أشكرك وأشكر إخوانك في الإقبارية وأرجو لكم مزيدا من العطاء قولنا عليك وعذرنا يا شيخ جزاك الله خير بارك الله بك أفيداك الله